قليني اقول لحدك وجهة النظر التاني انتو عايزين ايه بتوع التحرير ما مش دكتور جنزوري كلنا بنور اي نظيف اليد وسمعيته كويسة اه كمفاء كان انا بس اكمل بس الجملة اللي بتتقال عشان الهجوم اللي بيتقال وكنتو بتتكلموا عنه ان هو رجل محترم وطلع في انتريبيوات على مدار العشرة الشهور اللي فاتت رجل محترم وسمعيته كويسة اه عنده بعض الاخطاء زي ما كل الناس عندها بعض الاخطاء اتنين كان في كنف النظام السابق مين يعني كان يقدر يكسر السياق ويبقى بره النظام السابق في الفترة اللي فاتت كل الناس كانت لازم تعماشي في رحاب وياما كانت الناس بتروح وراء الشمس انا حاقب نقطتين من اللي حديك قلتين في كنف النظام السابق ويدو نظيف طيب اه ماشي اهم عكس بعض تقريب لجملة انه في ايدو نظيف ديت فيها كلام ما هوش وقته لانه فيها عايزة كلام لكن اليدو نظيفة ما تعنيش ان انا بقى راكب اوتوبيس الحرامية والفزين ويدي ما بتسرقش انا وجودي في حد ذاته هو يعني وجوده مع دولة معناه انه موافق على اللي بيعمل ناس سوريا اللي كتقدر تنزل بالاوتوبيس نعم انا اقول لي حضيرك بس خليك معايا انا بقالي 40 سنة او 50 سنة براء الاوتوبيس براء الاوتوبيس بس انا بزوري في الاوتوبيس من قدام عايزة وقافه انا وغيري 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 الرجل الذي يتولى رئيس وزارة او وزير او حتى شخص عام لابد اولا ان يكون له موقف الموقف يبدأ بما هو صحيح لصالح الوطن يتبنى حتى لو كان زي ما بيقوله لا تبدأ على جثته وعلى حياته وعلى مستقبله اما اننا مجرد اننا بقى رئيس وزارة فاخش في انظام بخصخص البلد وبيبيع مصانعها وبيجوع الناس وبيلغي التعيين وبييجي على المزارعين ويفقرهم وعلى العمال ويطردهم وعلى الفقراء ويحطهم في العشوائيات وروح ابدد وعملوا في الاخر انا اقول والله السنة كنت مع النظام مين فيكو كان يقدر يقول لأ يا سيدي ما هو عدم اوالت لأ ديك عدم قولت لأ في وجه الحاكم الظالم الساكت عن الحق شيطان اخرص لا نريد رئيسا للزراء كان شيطانا اخرص بالعكس هو اسوأ من الشيطان اخرص لانه كان فاعلا في السياسات التي تبناها الشيطان الاكبر فكيف نقبله الان هيقول لي ما قصته حريف وعنده كفاءة طيب ما انا كنت في مجلد الشعب ثلاث مرة واعرف انه فاتح السور كان اكثر كفاءة من غيره لكنها كانت كفاءة في الاتجاه المعادل الشعب تخريج الفساد وترزي قوانين فازة يبقى القصة ليست في الكفاءة المصدح الكبير لازم يكون كفاءة والحراري والفاسد الكبير لازم يكون كفاءة لكن هي القصة كفاءتك تروح لمين مع الشعب ولا ضد الشعب طيب خليني اقول لحدك سؤال تاني طيب ماشي خلاص انتو مش عايزين جنزوري عايزين مين اذا كنت انتو يا شباب التحرير مش عارفين تتفوا على اسامي تحطوها في مجلس رئاسي مدني ولا عارفين تتفوا على اسامي للحكومة انتو بس شوية عيال عاملين دوشة ملكوش لازمة ولا شغلة ولا مشغلة عايزين مين انا عندي ردين او جزئين جزء الاولاني ان انا عندي مجموعة جنرالات بيقودوا جيش جمهورية مصر العربية مصر ام الدنيا طيب تبالي السيدة تحتك معايا خيروا اجناد الارض وانا مفهمش الكلام الهازلي اللي بتقال الصدولة ملهمش في السياسة ايوة لانه الجنرال عندما يضع خطة الحرب او العمل لستباب السلم والامان هو شخص توضع امامه وهو يبحث في كل مكونات الحياة المصرية الاقتصادية والاجتماعية وحتى البشر وتكوينهم والاجيال اللي طلع لسه جديدة اللي عنده 15 و20 سنة يبقى مدروس في الجيش المصري دولة حيبقوا ايه في المستقبل الامريكان عملوا كده والاسرائيليين بيتابعهم اي شاب صغير في اي شركة داخل نقابة عشان يدرسوا حالته عشان يعرفوا انه بعد 30 سنة مجمل القيادات اللي هتبقى موجودة في مصر شكلها ايه وحتعمل ايه وتفكر زي ويحاولوا يفسدوهم بمليون طريقة فانه يبقى فيه عندي قيادة للقوات مسلحة لا تدرس ولا تعي كل ما يتم اسألهم سؤال اكاديمية ناصر كنتوا اتخذوا المعلومات بتاعها والدراسات بتاعها تحطوها على الرف ولا كان مطلوب منكم انكم تفهموا حاجة وتنسوا اللي فهمتوه وتحمل نظام الفاسد دي النقطة النقطة التانية انه حاجب لنا مين يا سيدتي عندنا مئات الالاف من حملات الدكتوراه عندنا 26 جامعة باكتر من حوالي 500 كلية وعندنا مهاجرين في الخارج مصريين مهاجرين في الخارج انتش ملاحظة انه مثلا في الاعلان الدستوري حرموا اللي يكون متزوج من واحدة اجنبية وكان القصد باحمد زويل بصرف النظر احمد زويل هو اللي يصلح لقدارت الدولة ام لا يصلح لكن هي القصة انت عارفة اللي بيالغي كل الاختيارات ويصير بنفسه بحيث نكتب يانا يانا زي السلطة اللي كان بيعمله حسن بار المجلس العسكري بيعمل كده بيقول يانا يانا وده اللي مثلا عمله في الانتخابات لما ضجينا من الشاكو من انه التصويت في اليوم الواحد في الانتخاب لن يتسع لأكثر من 15 عملوها يومينهم وبالتالي يتبقى 85% من الشعب المصري لم يمكنوا من الانتخاب رجوا عملوها يومين طب مدام انت اقريت انه الذين سيتمكنوا من التصويت في اليوم الواحد 15% طب 6% بـ يعني لو عملناها 6 ايام يبقى كل اللي هتمكنوا بـ ونقدر ان في عصر في المية مش هيجوا ما هياش مشكلة انما لما تعملها على يومين فانت تزور الانتخابات عمدا لصالح فئة معينة قبل بقى من كمنا نرجع تاني طبعا للتحرير والمطالب والحكومات بس من يجبنا سيرة الانتخابات دلوقتي الانتخابات على يومين السنة دي هتبات فين؟ هتبات عن دي مين يعني؟ هي عليها حراسة من الجيش وبالتالي حيبقى صعب ان حد يجي نحياتها الحاجة التانية انا سئلت بشكل او باخر طيب انتو بتقولوا عايزين اربع او خمس ايام للتصويت مان اللازي يحمي السنة دي قلت احتفضل في مكان طيب محد يخش قناتهم هتصدروا قرار او قانون يعتبر ان المدرسة بالحرم المحيط بيها منطقة عسكرية طوال مدة التصويت ينطبق عليها القانون العسكري فيما يرتكب داخلها او حولها من مخالفات او جنايات تنتهي التصويت خلاص ينتهي الموقع كان على انه الشباب اللي في التحيير عايزين يروحوا مبنى وزارة الداخلية وعلى شرع مستفى محمود هما بيامنوا التحرير قالك دولا عايزوا الوزارة الداخلية فبهدلوا دار بدلوقتي على السنة دي ده ممكن يطاق السنة دي حاجة تانية الانتخاب اصله حاجة تانية حتى اللي في التحرير في نفسهم البلد تدار بشكل صحيح احنا مختلفين وعايزين العسكر يمشون وعايزين كذا وعايزين كذا انما لو قديرت الانتخابات انا كنت بكلم احد اصدقاء المقربين مبارح منهم بقوله لو قديرت الانتخابات بشكل يمكن المصريين انهم يصوتهم هيحصل نوع من الراحة شوية عند الناس ليه بقى لانك انت عندي خمس انتخابات الشعب والشورى والمحليات والرئاسة والاستفتاء كلهم محتاجين فرصة ان الناس تصوت بشكل صحيح اذا ما عملناش تصوت بشكل صحيح يبقى فيه نية موياتة قصد وسبق اصرار جنائي اننا نحرم الشعب المصري من التصويت يبقى من الاول احنا انتخابات باطلة وحنخرج عقب الانتخابات نقول برضو نفس الشعارة اللي طرحناه في ضد المجلس المزور بتاع 2010 باطل باطل وحنسقطه مرة تانية احنا ليه بيخلق مشاكل يعني احنا بنقدم اختراح لو خد بي اخواننا في المجلس العسكري هنضررون تعزيم السلام في الحتة دي بس ونقول لهم والله ده كلام مجيد انا عايز حد يقول ان فيه امكانية انه يخش للتصويت في اليوم الواحد اكتر من 15% مش حدق بالشغل المزيعة اه افتر ان كنت ريحة انت اللي تصواتي هتقدم البطاقة ويطلع اسمي ويمدق ابان مني ويديلك ورقتين وتروح ورا الستارة تنتخب الاتنين ورقة ايمة ورقة فقات وترد تحط في الصندوق واحد هنا واحد هنا وتعوص ايدك حبر وتطلع وانا هتدعي ان انا هبقى اكيد سريع لانه سن والمعرفة والمتاع عشان اقول للناس واحدة هتبقى فاهمة ولا ست كبيرة بقى شوية ولا عدل 45% اميين في الشعب المصري وغيرهم ما هوش عارف رأسه من رجله يعني فيه ناس كتيرة مش عارف امين تنتخبوا فردي ومين ما تنتخبوش اذا هناخد على الاقل لخمس دقائق تب نخليها اربع دقائق يبقى بخمستاشر واحد في الساعة في عشر ساعات ولا انه هم تسع ساعات بس يبقى بمية وخمسين واحد ميتين واحد لا 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 معلش صندوق ياخد الف مفروض الصندوق فيه الف صوت على الاقل هتبالحظك معي يبقى خمستاشر في المية طب تاني يوم اللي هم عملوه تلاتين في المية يبقى باقي سبعين في المية سادة المشير لم يصوته لانك حرمته فحيرفع عليك دعاية ودستورية زي اللي انا حامل انا مترشع وهارفع الدعوة دي بانه لم يتمكن المواطن من حقه الدستوري في انه يدلب صوته نتيجة تعقيدات لانتخاب القانون والاجراءات ولم يمكن من اداء واجبه الدستوري بالحل ايه الحل ايه الحل انها هتبقى ست يام السودان بس كنا علي يوم وقللين على السنة دي ست يام هنعمل لا لا بحكاية العسكرية دي باعتبار المنطقة بتاع التصويت منطقة عسكرية محيش حجمة ثم حيبقى فيه راحة عند الناس بشكل عام لانه حيتروح جموع من الناس تصوت والشعب حيبقى مصود واحنا مستعدين احنا وغيرنا نحمي المناطق اللي حوالين منها اللي فيها التصويت السودان طالع من الحرب اهلية جيش السودان ما هواش منظم زي جيشنا ما عندهمش امكانيات زي امكانياتنا وعملوا التصويت على عشر تيام عشان المواطنين كلهم يروحوا يعني كل دايرة طاعت كل مرحلة طاعت ستة ايام ست ايام وبعدين نفرز وبعد كده نبتأ المرحلة بعدها ونعم المرحلة بعدها انا جات نشاكوا من بارح كويسا انها ابتكات من اخواننا في الخارج قالوا لهم لازم تسلموا اصواتكم على يوم السبت مدوها للحد مدوها للبكرة هما في يونيجرسي والسفارة في واشنطن طب ليه انت ما تسهلش وتدي الدولة في الخارج اللي عندهم عركة ولا حد ماسك صواتير ولا بلتاجة ولا حاجة وبعدين هو حيجيب لك صوته بالطريقة اللي انت عايزها ليه ما تدروش فرصة لاخر حتى فاطل لبعد الانتخاب يومين ثلاثة واجل الفرز يومين ثلاثة ما هيش مشكلة عشان نخلي المصريين اللي في الخارج لان انت مثلا في دولة زي استراليا عندك سفارة واحد واحيانا يبقى عندك القنصلية جنب منها لكل اللي موجودين في استراليا احنا بنعقد ولا بنسهل هم ليه برضو يلتزموا بالمراحل اللي عايشين بره ما يبقى لتلات مراحل مفتحين على بعض والكل احدي بقى حيشاتهم لا عشان يصوت لدي ورجع يصوت في حتة ما قدرش ما مش حاجات تقول لها الالكترونية مش رقم بطاقة هو ولا ايه مش رقم بطاقة انها مفترن احنا هنمشي ورا اللجنة العلية في الكلام اللي هي بتقوله احنا بنسهل يعني بره حد يقول لان احنا عندنا مشاكل عايزين حراسة عايزين حماية ده الناس قاعدين مريحين ومحترمين انا عندي مثلا في السعودية في حوالي اكتر من اثنين من ونصف مليون بالقادة يصوتوا في يومين ازاي عايز افهم ده اوباما كان بينتخب بالانترنت قبل يوم الانتخاب بعشرين يوم والناس هناك يعني معظمها او الا مايكم كلها بتعرف تخش على الانترنت ومستريح يبقى الامر هنا محتاج انه يبقى فيه موقف حقيقي يعمل ده انا عايز اعرف مطالب ميدان التحرير وامتى الحالة اللي احنا فيها الحالة الفوضى اللي احنا فيها دي تخلص انا مطالب ميدان التحرير متركزة في انتهاء حكم العسكر وهم يقدمون ونحن معهم فكرة انه يجي وفيه اقتراح عشان بقاش فيه خلاف حوالي منه رئيس المحكمة الدستورية العليا النقط الادارية العليا اتنين من رؤساء الجامعات الكبرى في مصر احد اعضاء المجلس لعلقات مسلحة دول الواحدون مجلس رئاسي جنب منهم مجلس استشاري من عشرين خمسة وعشرين واحد يضم المختلف ممثلين لمختلف القوى السياسية والسوار والكلام ده كله وفصهم ثلاثة اربعة خمسة من الخبراء الاقتصادين والاجتماعيين عشان يحطوا سياسات في نفس الوقت يبقى فيه تعيين وزارة او حكومة انت حكومة انقاذ حقيقية زاد سياسة معينة يجي رئيس الوزارة يقول انتو طالبين كذا كذا انا متبني كذا كذا وانا ملتزم به ومش حسمع كلام المجلس اعرف اي حاجة تخالف ده وحديكم لانه الجنزولي بقولك انا حابدأ بعد الخمسة واربعين يوم بعد تعالى الانتخاب اذا الكلام عن تعيين الجنزولي ده مجرد تفريغ البلونة من الهوى اللي فيها يعني الهاء الناس يعني الهاء الناس اذا هو حيبدأ بعد خمسة واربعين يوم يعني من غير حكومة وبعدين النجلس العسكري يدي احاق بانه هيعمل استفتة السفتة ماروش اساس قانوني ولد السوري وحتى لو تم مكان حسن مبارك جايب الاستفتة وجايب الكلام ده كله واسقط احنا ليه بينجرجر الناس الانها تبقى بتشتغل ضد النجلس العسكري بشكل مباشر ثم يجي المشير يقول انتو بتسيقوا من القوات المسالحة اذا الحل هو مجلس رئاسي مدني حكومة توافق حجم الانقاذ تأجيل الانتخابات فترة معينة اعتبار التصويت في الانتخاب مدة ست ايام لانها بالقلم والقراءة الامزة مدة حديث لا تقل عن ست ايام ويبقى 90% بس من الشعب المصري هم اللي حيصوتهم نأجل الانتخابات فترة الناس تلتقت انفسها نهدي موضوع التحرير يبقى فيه حالة مريحة في البلد هذه الحالة المريحة واللم البلطجية نلم البلطجية نلم البلطجية اللي هم بيزقوه في كل المظاهرات عشان يعملهم شغب عشان يضربوا نار على الناس وغاز باسمهم ونخلق حالة من الارتاح تبدأ السياحة تنتعش مرة تانية عجلة الاقتصاد تدور مرة تانية الانتخابات تتم في جو هادي مش ممكن اكون مؤسسات الدولة في حالة من الارتباك والالتباس اللي مخليها الناس طاقة ومش عايزة تروح ومتخوف خليني اؤكد في الاخر